السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي ترامين السنة الثالثة متوسط هذا الفيديو موجه لكم رح نحلو مع بعض نموذج لاختبار في نفس الوقت رح نعملو مثل مراجعة عمل هذا الفصل أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني كان عالم إيراني برجن يعني فارسي ولد في الخامس من سبتمبر سنة 973 في خوارزم أموازس من أسباكستان، كازاخستان، وتركستان واحة ضمن أو بين أسباكستان، كازاخستان، وتركستان هذه إخوارزم يعتبر من علم إسلام يعني كان مهتم بالفيزياء، الرياضيات، علم الفلك، والعلوم الطبيعية قضى معظم حياته في غازني now it's part of central eastern afghanistan ليه حاليا جزء من الجزء الشرق وسطي في أفغانستان سافر إلى شبه قرى الهندية where he wrote history of india when ktab history of india, tarikh الهند he was influenced by Aristotle, Abu Hanifa, Ibn Sina, etc. كان متأثر بفلسوف Aristotle, Abu Hanifa, Ibn Sina وغيرهم sorry, in addition بالإذافاهي wrote the remaining signs of past centuries ktab remaining signs of past centuries jams indica the understanding astrology and understanding astrology he could produce 103 titles divided into 13 categories يعني يقدر ينتج 103 عنوان مقسم إلى 13 فئة he died on December 9th 1048 or 1048 in Ghazni توفية في التاسع من ديسمبر الف وثمان واربعان في غازني afghanistan in 1974 في الف وثمان واربع وسبعون a film about his life was released فيلم انتجا عن حياته in the Soviet Union صدراء فيلم عن حيات Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmed البيروني في الاتحاد السوفيتي ok let's move to the questions I read the text and answer the following questions هذه الأسئلة راح تكون من النص where was البيروني born يعني أين ولد البيروني where أين when متى what ماذا how how many كم ok لازم تحفظوا الوه questions حتى تعرفوا تجاوبوا where was البيروني born يعني أين ولد البيروني نرجع للنص he was born on September 5th لكن هنا نطلبنا شوان متى لم نطلب تاريخ ازدياده لكن مكان where in خوارزم ok نقول he was born in خوارزم تحبوا تكملوا هنا تعرفوها باللي هي أنوازي سمونج أسباكستان كزاخستان تركستان أو كل سهولة تقولوا he was born in خوارزم السؤال الثاني question number two when did he travel to the Indian subcontinent when قلنا هي متى did he travel سافر إلى القارة شبه هندية نرجع هنا نشوفوا أهم الكلمات في السؤال في النص رحنا نعرفوا الإجابة هنا Indian subcontinent نبحث على Indian subcontinent هنا في النص نجده هنا نرجع جملة من بداية الجملة he traveled to the Indian نرجع لبداية الجملة قبل الفاصلة من هنا in one thousand seventeen he traveled to the Indian subcontinent يعني في الف وسبعة عشر سافر إلى القراش الحندية when نبحث عن تاريخ يعني in ten seventeen he traveled to the Indian subcontinent question number three what did he write in the Indian subcontinent ماذا كتب في القراش الحندية نفس الشيء نبحث هنا كنا سافر إلى القراش الحندية وبعدا where he wrote أين كتب history of India تاريخ الهند he wrote history of India okay question number four how many titles could he produce how many هنا كم titles could he produce نرجع للنص he could produce one hundred three titles divided into thirteen categories شوفوا أهم الكلمات في السؤال نرجع للنص بهذه الطريقة يكون أسهل يعني لو كنتم ما فهمتوش أصلا السؤال المستوى تكم في الإنجليزية مش حاجة okay لكن الأسئلة بسيطة نوعا ما he could produce one hundred and three titles divided into thirteen categories now let's move to task number two I read again the above text and fill in the following tables نقرأ هذا النص ونملأ الفراغات date of birth date of birth يعني تاريخ الميلاد نرجع للنص he was born he was born on September 5th 973 إلا هنا فقط هنا أطلبنا تاريخ الميلاد وليس المكان date of birth sorry date of birth تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد سبتمبر 5th 973 okay interest 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 هما الاهتمامات interest اهتمامات الفعل هو interested يعني اهتم نرجع للنص قالنا هنا في الفقرة الأولى he was interested in physics mathematics astronomer and natural sciences الفيزياء اهتم بالفيزياء ارياضيات علم فلك والعلم الطبيعية interest he was interested هذو صح تما تحطوه في هذا الجدول كما كان interest okay he was interested in physics mathematics astronomer and natural sciences date date of death date of death يعني تاريخ الوفاة نرجع للنص دائما الوفاة تكون في آخر النص لكن هنا عنا تاريخين فحاولوا تركزوا تاريخ نشوفوا الجملة اللي فيها الفعل died يعني توفع أو مات he died on december 9th 1000 or 10 48 okay مات في 9 من ديسمبر ألف وثمانية واربعون date of death december 9 10 48 now they are asking for place of death date of death تاريخ الوفاة place of death يعني مكان الوفاة إذا طلبوا من place of birth place of birth ومكان لزديد ونوخ ورازم لكن place of death المكان لتوفى في نرجع he died he died on december 9 10 48 في غزني في غزني هذا المكان لتوجد في afghanistan in غزني afghanistan place of birth غزني afghanistan okay now let's move to task number three i find in the passage above words which have the same meaning as the following نلغوا في النص في هذا الفقرة كلمات يكونوا عندهم نفس المعنى يعني synonyms نقوله synonyms like closest المعنى الأقرى في المعنى أو the same meaning يعني نفس المعنى لهذا الكلمتين moved and at present okay moved يعني انتقل راحلة هنا في النص ترجع تقرأ ونص راح نجد أنه في الفقرة الثانية قلنا أنه travel to the indian subcontinent يعني سافر إلى قرأ شبح هندية يعني إذا moved بالمعنى الحرفي يتحرك انتقل من المكان إلى مكان هنا نفس المعنى traveled هي moved moved traveled at present at present يعني في الحاضر نجد أقرب كلمة في الحاضر في النص he spent much of his life in ghazni now it is part هذه ghazni حاليا هي منطقة في أفغانستان يعني now at present في الحاضر أو الآن now يعني الآن okay at present now let's move to the other question sorry I find in the above passage words with opposite meaning to the following words ونع synonym of the same meaning هي نفس المعنى يعني synonym حاليا العكس نبحث عن العكس الكلمة opposite some العكس تحاسم يعني بعض عكس هيا الكثير من يعني much okay some like much احتجدوها هنا في النص he spent much of his life يعني قضى معظم حياته كثير من حياته العكس death اكيد واخريني من غير ما نرجع للنص death هي death هي الموت يعني لك ستحا اكيد الحيات life في النص he spent much of his life حياته so son لك ستحا much death life life okay now task number one I supply punctuation and capital letters where necessary نضع sorry نضع capital letters عن الحرف كبيرة وال punctuation هي الفواصل والنقاط من حرف sorry سيستعريف الحرفي okay فاصلا المقطع المقطع هذو الحوا جسميه punctuation professor to me kamal yusuf is one of the most famous algerian scientists born in amdia اكيد راح نحط capital letter يعني هذا الحرف الكبير في بداية الجملة اي جملة نبدوها الحرف الاول يكون كبير capital letter professor وعدنا الاسماء proper noun اي اسم يكتب دائما بالحرف الاول فيه يكون حرف كبير capital letter to me kamal yusuf is one of the most famous algerian الجنسيات والبلدان مثلا الدول كل هذ الدول العواصم كلهم يبدو بحروف كبيرة نندرهم capital letter algerian scientist born india اهنا جملة خلصت فاكيد لازم اهنا خلصت الجملة اكيد اهنا لازم نضع نقطة نتيح نقطة اكيد professor to me هم وضعتهم بالاحمر professor to me kamal yusuf is one of the هذا capital letter of the most famous algerian scientist born in india اذا كان بلد جنسية اسم بداية الجملة هذو كلهم نضع فيهم capital letter الحرف الاول منه يكون capital i join the following sentences with a correct relative pronoun who and or which نحطو هو لما نتكلم عن شيء جماد او مثلا ساعة كتاب اي شيء نحطو which اوكي ابن خالدون هنا نمحي personal pronoun لانه رح يكون تكرار ابن خالدون was great scholar ابن خالدون كان عالم يعني عظيم هو invented modern sociology هو اكتشف او اخترع العلم الاجتماع العصعي شيء نحو شيء نحو في قبيل بنقول ابن خالدون was great scholar who الذي invented modern sociology ابن خالدون was great scholar who invented modern sociology نحينا النقطة اكيد لازم نحيو النقطة نحيو personal pronoun هي ونربط الجملتين بهو اكيد نحيو اكيد لازم اكيد 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 قراءة الكتاب لقد انتهيت من قراءة الكتاب الكتاب هو شيء جمال اكيد 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 بي البخاري كتبه البخاري اكيد 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 قراءة الكتاب لانه هنا the book هو ميش انسان فنربط الجملتين نمحي ات ونربط الجملتين بهو which sorry i have just finished reading the book which was written by البخاري now احمد ابن حنبل was the scholar of islam احمد ابن حنبل عالم كان عالم اسلامي he was born on november 718 ولد في نوفمبر 780 احنا اكيد احنا نتحدث عن شخص انسان يعني نستعمله نمحي النقطة و personal pronoun وضامير الشخصية ونقول احمد ابن حنبل was the scholar of islam who was born on november 780 احمد ابن حنبل was the scholar of islam who was born on november 780 okay now i film the text words that have the following sound f and v okay نرجع للنص نشوف اللي فيهم الصوت f يعني ph والصوت v v okay احنا يعجبت لكم للنص اهم كلمات اللي فيهم هذا الصوت f physics life afghanistan influenced هنا يتكتب ph لكن تتنطق ph ph hanifa film هذو كامل فيهم أصوات f v of traveled divided soviet هذي فيهم أصوات الحرف v هنا يعني بتغيير الشخصيات لكن كل الفقرات رح يكونوا بهذا الشكل يمدلكم شخصية يمدلكم عليها هذه المعلومات وانتم ما تكتبوها في ف نص يعني تردوها فقرة يعني أستاذك طلب منك أنك تكتب تكتب في قراءة عن هذا الشخصية الإسلامية وهذا العالم الإسلامي use the following ID card يعني نحطوا هذه المعلومات blow write a shot biography يسيرة ذاتية عن هذا الشخص full name هذو كتبوهم أحفظوهم المعنى تحوهم full name يعني الإسم الكامل كمعنية أنا ألاق الدين أبو الحسن known as ابن النفيس هذا ألاق الدين ابن الحسن معروف بإسم ابن النفيس occupation يعني المهنة للجاب اللي عملتها ميدسين anatomy physics place of birth sorry date of birth تاريخ الازدياد في 1213 place of birth المكان الذي تزد فيه داماسكوس يعني دمشق سوريا الآن books الكتب لأصدارها أو أكتبها the comprehensive book on medicine الشامل في الطيب commentary on anatomy شرح تشريح القانون أوكي date of death تاريخ الوفاة 17 ديسمبر 1880 place of death cairo القاهرة مصر أوكي تكتبوه بكل يعني بساطة تربطوا بين هذه المعلومات التي من دولكم هنا قال لكم اكتبوا لي على هذه الشخصية الإسلامية Islamic scientist هذا العالم الإسلامي يعني ألاء الدين أبو الحسن المعروف بابن النفيس ها نعرفوه شكون هو يعني عالم شخص تاريخي شخص قبيب مشهور أي حاجة نكتبو وش هي بماذا هو مشهور was an Islamic scientist هو عالم إسلامي وبعدها نكتبو تاريخ الإزدياد he was born in 213 ومكان الإزدياد داماسكوس هذو معلومة بدهمنا هنا في كي سيريانا he was interested شو ما الحاجة اللي كان مهتم بها he was interested ها هنا in medicine كان مهتم بالطيب physics anatomy أوكي ما نكتب he wrote هنا رح نحضر على الكتب اللي كتبهم لأنه هنا من المعلومات بدنا الكتب اللي كتبهم he wrote كتب كي ما دركم books هنا تكتب كتب he wrote the comprehensive book on medicine الشامل في الطيب commentary on anatomy شرح تشريح القانون بعدها آخر شي طبعا نكتبو تاريخ ومكان الوفاة إذا مدهم هنا في المعلومات he died on december 17 100 sorry 1,288 in cairo egypt now هذا كلهم نزلت لهم حتى معلومات لأنه بدون المعلومات هذه أسهل طريقة يعني الأقل رتبوا هذا المعلومات ورسقوهم في بعض راح يمدون لكم في قراء الأقل تضيب متخليوش هذه فارغة المهم أكتبو هذا هو الفيديو اليوم إن شاء الله يكون فيعن مفيد لكم good luck التوفيق وكتبولي تعليقات like the video and see you next time bye